اشتركوا في القناة بعض النقاط والالغاز الجديدة اللي انتشرت في الايام اللي راحة تولي حولها جدل كبير جدا اذا عندك اي رأي حول اي موضوع من مواضيعنا شارك رأيك مباشرة في خانة التعليقات لكن قبل ما نبدأ في المقطع اتمنى انك تشترك في القناة لو ما كنت مشترك وتفعل جرس التنبيهات وايضا لا تنسى انك تحط اللايك ثانية واحدة من وقتك راح تصنع يومي كامل فيلا نخش في المقطع اولا زي ما تعرفون ارثر مورغين كان عنده زوجة وابن لكن ما كان يتكلم عنهم كثير اسم زوجته هو الايزا واسم ابنه هو ايزيك مورغين طبعا ارثر مورغين ما تكلم عن هذا الموضوع مع كثيرين الشخص الوحيد اللي يعرف بموضوع زوجة وابن ارثر هو رينز فول رئيس الهنود الحمر ودار حوار بين ارثر مورغين ورينز فول حيال هذا الامر تعالوا نشوف سويا تعالوا نشوف سويا ودار جبان عام لا تتكلم عنه بموضوع ما كانه هو هو؟ إساق 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 عندما إساق أعطاء أعطاء اني كنت أعطاء ما هي موجود ألم لا تفكر شيء أعطاء منه سألنطر أقل منه كل قنقم اتكلم بسرعة لقد كان هناك بعض الهاتف. كان جيداً جيداً. كانت جيداً أعتقدًا. فقط عشرًا. ماذا حدث؟ لقد كان هناك بعض الهاتف هناك. أرى بعض الهاتف هناك. أعرف بسرعة. أردت أن هناك بعض الهاتف. أخذهم. أخذهم موتهم. أخذهم 10$. لقد كان هناك بعض الهاتف. لقد كان هناك بعض الهاتف. أعتقد أنني... لقد كانت... لا أعلم. لقد كانت جيداً. على الأقل أنك تعرف شيئاً عنك. أنا أعلم أنك لا يمكنك أن تكون جيداً و تتوقف جيداً. لقد كان هناك بعض الهاتف. و زوجة ألايزا مرمية في الأرض. للأسف إنه في عصابة هجمت عليهم وقتلتهم من أجل مبلغ معين. تتوقعون إنه مبلغ كبير؟ لا. بل إنه مبلغ جداً جداً قليل. ألا وهي 10$ فقط. هذه العصابة القذرة قتلت أم مع ابنها عشان 10$ فقط. فسؤالي هل تتوقعون أرثر مورغين انتقم من العصابة أو لا؟ طيب في نظرية قوية جداً انتشرت في اليومين اللي راحت. وتقول إنه هذا المنزل هو منزل أرثر مورغين. اللي اعتاد إنه يعيش فيه و زوجته و ابنه كانوا موجودين في هذا المنزل. هل مع النظرية أدلة يا صالح؟ نعم. الدليل الأول من الحوار اللي دار بين أرثر مورغين و رينز فول. أرثر إجاء للمنزل ووجد عائلته مقتولة. فهو اضطر إنه يدفنهم و فعلاً دفنهم أمام المنزل بالضبط. و زي ما تشوفون في هذا المنزل فعلاً راح تحصل قبرين لشخصين. الدليل الثاني. الدليل الثاني أنا أشوفه يقوي الأول في تريلر اللعبة. راح تحصل نفس القبرين و أرثر مورغين ماشي من عندهم. يعني كأنه أرثر مورغين دفنهم و خلص بعدها ماشي من عندهم و نشوف هذا الشي في هذه الصورة زي ما تشوفون. الدليل الثالث. لو خشيت المنزل راح تحصل حيوان أرثر مورغين الروحي ألا وهو الغزال زي ما تشوفون. و هذا أيضاً دليل قوي على أنه هذا المنزل هو منزل أرثر مورغين. طبعاً هي نظرية تحتمل الصواب و الخطأ. ممكن أنت تقول صحيحة و معاك أدلة. في شخص آخر يجي و يقول خاطئة و يعطيك أدلة. يعني هي نظرية تحتمل الصواب و الخطأ. فعموماً شاركونا آراءكم في خانة التعليقات حيال هذه النقطة. هل تشوفون أنه هذا المنزل هو فعلاً منزل أرثر مورغين و عائلته أو لا؟ طيب خلونا ننتقل للموضوع اللي بعده. في أحد الأشخاص في موقع ردد ردت لاحظ شي مهم و غريب جداً. هو أنه بعض القبور في ردد ردمشين تو لما تطخها ما تتكسر. بينما البعض الآخر لما تطخها فعلاً تتكسر. أحد الأشخاص رد عليه و قال أنه نفس هذا الشي واجهنا وحدث في ردد ردمشين الجزء الأول. لكن اكتشفنا لاحقاً أنه القبور اللي ما تتكسر طلعوا منها الزومبي في Undead Nightmare. خلوني على خصلكم الموضوع. بعض القبور في ردد ردمشين الجزء الأول كانت لما تطخ عليها ما تنكسر. لاحقاً اكتشفوا اللاعبين أنه هذه القبور نزلوا منها الزومبي و انتشر مرض الزومبي من هذه القبور. فسؤالنا هل القبور اللي ما تتكسر في ردد ردمشين 2 هي نفس القبور اللي رح يطلعوا منها الزومبي في Undead Nightmare 2. طيب الموضوع اللي بعده رح تكون معلومات وتفاصيل جديدة عن غيرترود بنت البريثويتس المحبوسة. طبعاً موضوعها طويل ولخصنا التلخيص كامل وفصلنا فيه تفصيل والمقطع رح يطلع لك في خانة التعجب الآن. طيب غيرترود لما تيجي عندها رح يصير التالي. حلقاً رح يزال أمخ! من أنت لا تستطيع التقليمه؟ من هناك تحت تفصيل؟ من هناك تحتجب؟ شكراً فوق جاءً تنبييين طيب بذيق انتبه 1, 2, 10, 3, 5, 8, 13, 4, 1, 2, 3, 4, 17, 29, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 17, 8, 9, 3, 1, 2, 4, 7, 5, 9, 1, 1. 1, 1, 2, 3, 7, 6, 3, 5, 11, 1, 1, 1, 1. 8, 9, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1. طبعا أبغاكم تلاحظون شي معايا زي ما شفتوا قيرت رود كانت قاعدة تحسب الأرقام بشكل غريب جدا 1, 2, 3, 4, 26, 17, 12, 34, 32 وزي كذا فسؤالنا هل الأرقام اللي قاعدة تقولها قيرت رود لها معنى معين واش تبغى توصلوا قيرت رود من وجهة نظري أنا صراحة أشوف أنه قيرت رود قاعدة تحسب الأرقام بهذا الشكل وقاعدة ترفع صوتها يعني كأنها تحاول تثبت لعائلتها البريثويتس إنها ما هي مريضة وإنه بإمكانها تتعلم وتصبح من أعلى المراتب لكن عائلتها لئيمة وغبية ما استجابت للأمر وحبستها في هذا المرحاض زي ما تشوفون طيب يا لهبيين هذه هي الألغاز الجديدة اللي انتشرت في الفترة اللي راحت فأبغاكم تشاركوني أراءكم في خانة التعليقات حول جميع النقاط اللي تكلمنا عنها أراءكم جدا مهمة ليه طيب بكذو صلنا معاكم لنهاية المقطع لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة حطوا لايك ليجيكم هدى الآن يدمر لكم الجبهة يلا سلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة